من الله الرحمن الرحيم على المضافة نسأل الله تعالى أن ينفرج هذا الكرب كما أتمنى أن تكونوا مواكبين لدروسكم عن بعد باعتبار أن هذه فترة توقف وليست فترة عطلة وإنما هي فترة توقف استثنائية لكن الدروس فهي ما زالت مستمرة عن بعد وأتمنى أن تكونوا يعني متتبعين لهذه الدروس بشكل منضبط وبشكل مستمر إذن في إطار قلنا الخطة أو الاستمرارية البداغجية التي وضعتها الوزارة من أجل تتبع المتعلمين لتعلماتهم ارضأيت أن قم بتقديم هذا الدرس لفائدة تلاميذ سنة الأولى إعدادية من ملحقة تزقر الإعدادية إذن درس رقم 11 من مادة التاريخ تحت عنوان كما تشاهدون على الشاشة تحت عنوان النظام الفيوضلي في أوروبا في العصر الوسيط دعم إذن سوف ننتقل من التاريخ الإسلامي حيث أننا درسنا تاريخ الدولة الإسلامية منذ النشأة ثم عاد الخلافة ثم عاد بخلافة الإسلامية الكبرى إخلاعات الدولة الأموية والعباسية وما ساهمت به هذه الحضارة الإسلامية في إغناء الحضارة العالمية سواء فكريا أو علميا أو تقافيا نعم إذن الآن سوف ننتقل إلى ما يسمى بالتاريخ الأوروبي وأول درس كما تشاهدون على الشاشة الذي يندرجون من التاريخ الأوروبي هو درس النظام الفيوضلي في أوروبا خلال العصر الوسيط نعم إذن لدينا المكان وهو أوروبا المفاهيم المهيكلة لخطاب هذا الدرس هو كلمة النظام الفيوضلي ثم العصر الوسيط المؤشر دال على الزمان نعم إذن الأهداف المتوخة تحقيقها من خلال هذا الدرس إذن كما تشاهدون في قائمة أهداف التعلم إذن سنتعرف إذن التلميذ في نهاية الدرس يجب أن يتعرف عن معنى النظام الفيوضلي في أوروبا وأن يتعرف كذلك عن امتداد زمني للعصر الوسيط ثم اكتشاف العلاقات التي تربط بين طبقات المجتمع الأوروبي في العصر الوسيط يعني طبيعة المجتمع الأوروبي خلال هذا العصر وكذلك أن التلميذ سوف يجب أن يتمكن من هدف يعني من هدف يعني حيث حراكي المتعلق وهدف منهج المتعلق بالاشتغال على الوتائق تاريخية بحيث أن الوتائق التاريخية التي سنشتغل عليها هي عبارة عن خريطة تاريخية ثم خط زمني تاريخي ثم نصوص صور وخطاطات وكذلك يعني أن العنصر الذي بدأنا بدراسته أو الذي كان مواكبا لدروسنا منذ دروس الدورة الأولى واستعمال شبكة الحضارات لتحليل التنظيم الاجتماعي والسياسي إذن قلنا أن هذه الشبكة شبكة الحضارات فهي تتكون من جموعة من المداخل أو مجموعة من المحاور ما يتعلق بالوسط الطبيعي ما يتعلق بالمعتقدات ما يتعلق بالنظام السياسي ما يتعلق بالتنظيم الاجتماعي إذن مجموعة من العناصر التي تتكون منها شبكة الحضارات إذن بالنسبة لهذا الدرس فنحن سنملأ الخانة المتعلقة بالتنظيم الاجتماعي والسياسي في الحضارة الأوروبية نعم إذن لدينا تمهيد شكلت سنة 476 ميلادية منعطفا حاسما في تاريخ أوروبا إذ أدت هجمات شعوب المتبربرة على الإمبراطوريا الرومانيا إلى زوالها نعم وبذلك كانت نهاية العصور القديمة وبداية العصور الوسطى التي تعرف كذلك بالعصور الفيودالية فما المقصود بالفيودالية وما أسباب ظهورها وما الفئات الاجتماعية التي انقسم إليها المجتمع الفيودالي وما العلاقات التي كانت تربط بين هذه الفئات نعم إذن في النشاط الأول لدينا خريطة من خلال هذه الخريطة سنتعرف على وضعية أوروبا في بداية العصر الوسيط وتوطين هذا العصر على خط الزمني أي العصر الوسيط إذن الوثيقة الأولى هي عبارة عن خريطة والهدف من هذه الخريطة أننا سوف نتعرف سوف نوطن موطن الإمبراطوريا الرومانية في العصور القديمة وبداية العصر الوسيط إذن أعزائي التلاميذ عزيزة التلميذات إذن لاحظوا معي الخريطة يعني الوثيقة رقم واحد خريطة اتجاه الغارات المتبربرين على الإمبراطوريا الرومانية نعم إذن أول شيء سوف نحاول أن نحدد الموقع الجغرافي للإمبراطوريا الرومانية إذن الإمبراطوريا الرومانية كما تشاهدون على الخريطة فهي تمتد على مجال شاسع بالقارة الأوروبية إذن تمتد أيما من أقصى غرب أوروبا إلى أقصى شرقها ومن البحر الأبيض المتوسط في الجنوب إلى أقصى شمال أوروبا نعم إذن وعاصمة هذه الإمبراطوريا كما تشاهدون على الخريطة هي روما إذن هناك نجمة حمراء مكتوب عليها روما وهي عاصمة هذه الإمبراطوريا الرومانية إذن وتعرفنا أن هذه الإمبراطوريا كانت إمبراطوريا قوية منذ العصور القديمة إذن كما تشاهدون على الخريطة إذن الخريطة هناك مجموعة من الرمز المستعملة في هذه الخريطة وهي عبارة عن أسهم بألوان مختلفة وهذه الأسهم من خلال المفتاح فهي تدل على اتجاه غارات الشعوب المتبربرة ثم لدينا حدث آخر موطن على حدث تاريخي موطن على الخريطة هو لاحظوا أسفل الخريطة إذن 395 ميلادية تقسيم الإمبراطوريا الرومانية نعم إذن كما قلت أن هناك حدث تاريخي مهم موطن على الخريطة وهو تقسيم الإمبراطوريا الرومانية 395 ميلادية إذن كما تشاهدون على الخريطة إذن أن العام الذي أدى إلى تقسيم هذه فهذه الإمبراطوريا تعرضت لمجموعة من الغارات مجموعة من الغارات أي مجموعة من الهجومات العسكرية أو الهجومات المسلحة من طرف الشعوب المتبربرة والشعوب المتبربرة فهي كلمة المتبربر كان الرومان يطلقونها على جميع الأجناس ليخرج الإمبراطوريا الرومانية نعم إذن هذه الشعوب المتبربرة هناك الويندال هناك الإفرانج هناك القوت الغربيون هناك اللومبارد هناك القوت الشرقيون إذن مجموعة من الشعوب المتبربرة التي هاجمت هذه الإمبراطوريا إذن بعدما انقسمت إلى إذن في البداية كانت عبارة عن إمبراطوريا موحدة لها عاصمة واحدة وهي روما لكن فيما بعد إذن بعد سنة 1995 سوف تنقسم هذه الإمبراطوريا إلى قسمين قسم شرقي وقسم غربي إذن إمبراطوريا رومانيا الغربية والإمبراطوريا الرومانيا الشرقي الشرقية إذن كمرخص لما جاء في هذه الخريطة إذن تقع الإمبراطوريا الرومانيا بالقارة الأوروبية تمتد من أقصى غرب أوروبا إلى أقصى شرقها ومن البحر الأبيض المتوسط في الجنوب وعاصمتها روما إذن تعرضت هذه الإمبراطوريا للإنقسام سنة 395 ميلادية إذن انقسمت إلى إمبراطوريا غربية وعاصمتها روما وإمبراطوريا شرقية وعاصمتها القسطنطينية أو التي ستسمى في مبادئ الإمبراطوريا البيزانتية تعرضت روما إذن بعد إنقسامها تعرضت روما لهجومات الشعوب المتبربرى من الجرمان والإفرانج والمندال والقطس إلى غير دليل مما أدى إلى نهايتها وسقوطها سنة 476 إذن قلنا مما أدى إلى سقوطها سنة 476 نعم إذن بعدما وطلنا موقع الإمبراطوريا الرومانية في الخريطة إذن الآن سوف نوطن العاصر الوسيط الأوروبي خلال الزمن التاريخي نعم إذن لدينا وثقة له عبارة عن خط زمني تمثل لنا بداية ونهاية العصور القديمة والعاصر الوسيط إذن كما تعرفونها أو كما درستم في السنوات الأولى ابتدائي تعرفتم على ما يسمى بقطار التاريخ لكن الآن نحن سوف نتعامل مع مصطلح جديد وهو إذن قطار التاريخ سوف نعوضه بمصطلح جديد وهو الخط الزمني إذن هذا الخط الزمني الذي أمامكم أعزائي التلاميذات إذن ركزوا معي جيدا على معطيات الخط إذن خط زمني يمثل نهاية العصور القديمة والعاصر الوسيط إذن القطار الزمني كما سبق وانت علمتم أنه ينتكون من مجموعة من العصور إذن هناك عصور ما قبل التاريخ ثم عصور القديمة ثم العصور الوسطى ثم العصر الحديث بالإضافة إلى الفطرة المعاصرة إذن ما يهمنا نحن في هذا الخط الزمني هو إذن ولدينا تحقيبين إذن هناك اختلاف في التحقيبات التاريخية إذن هناك ما يسمى بالتحقيب الأوروبي الذي يعتمده المؤرخون الأوروبيون وهناك ما يسمى بالتحقيب العربي أو التحقيب الإسلامي الذي يعتمده المؤرخون المسلمون يعني تختلف نهاية العصور في التحقيب الأوروبي أفواً والتحقيب الإسلامي نعم إذن كما تلاحظون هنا إذن عصور للعصر القديم فهو يمتد منذ يعني يمتد منذ يعني إذن العصور هناك العصور القديمة نعم إذن كما تعرفنا على ذلك سابقاً إذن أن العصور القديمة فهي تمتد منذ 3500 قبل الميلاد أي منذ اكتشاف الكتابة المسمارية ونهاية العصر القديم كانت سنة 476 ميلاد إذن ركزوا جيداً على هذا التاريخ إذن نهاية العصر القديم كانت هو سنة 476 ميلاد إذن لحدث الذي وافقه هذا التاريخ هو نهاية الإمبراطوريا الرومانية الغربية يعني الإمبراطوريا الرومانية الغربية وليس الشرقي الشرقي إذن نهاية العصر الوسيط إذن في التحقيب الإسلامي كان هو 1453 أي فتح الأتراك للقسطنطينيا إذن 1453 فتح الأتراك للقسطنطينيا وقلنا أن القسطنطينيا هي عاصمة الإمبراطوريا البيزانتية أي الإمبراطوريا الرومانية الشرقي الشرقية إذن قلنا بداية العصر الوسيط كانت سنة 476 ميلاد أي مع نهاية الإمبراطوريا الرومانية الغربية ونهايته كانت سنة 1453 والحدث الذي يوفق هذا التاريخ هو فتح الأتراك للقسطنطينيا التي كانت عاصمة الإمبراطوريا نعم إذن كما قلنا عزيزي التلاميذ إذن بالنسبة لاختلاف الواقع بالنسبة للمؤرخين الأوروبيين والمؤرخين الإسلاميين في نهاية العصر الوسيط إذن قلنا التاريخ الإسلامي أعتبر أن فتح الأتراك للقسطنطينيا سنة 1453 هو نهاية العصر الوسيط لكن الأوروبيون يعتبرون نهاية العصر الوسيط يعني يتفقون في نفس القرن مع اختلاف بسيط في السنوات إذن أنهم يعتبرون أن نهاية العصر الوسيط في أوروبا يعتبرونها هي بداية الاكتشافات الجغرافية يعني مع الاكتشافات الجغرافية ومع بداية النهضة في أوروبا خلال القرن الخامس عشر الميلاة الميلادي نعم إذن ثم بعد العصر الوسيط يأتي العصر الحديد إذن العصر الحديد أي عصر النهضة الأوروبية إذن بداية النهضة الأوروبية وبداية الاكتشافات الجغرافية هو نهاية العصر العصر الوسطى عند الأوروبيين بينما المسلمون يعتبرون أن نفس السنة 1453 بالضبط أي فتح الأتراك القرنسطينية هو نهاية العصر الوسيط وبداية العصر الحديد نعم إذن كما تلاحظون إذن بالنسبة في الخط الزمني إذن طيلة العصر القديمة إذن تعرضت فيها هذه الإمبراطورية الرومانية لغارة الشعوب المتبربرة وتقسيمها خلال العصر الوسيط إلى مجموعة من الممالك إذن هناك مجموعة من الممالك إذن بعدما كانت إمبراطورية موحدة أصبحت ممالك متفرقة كل مالك يحكم منطقة إقطاعية ويتصرف فيها كيف يشاء نعم إذن يطلق الأوروبيون عبارة العهد الوسيط على الفترة الطويلة يعني هي فترة طويلة إذن تقريبا 11 قرن الفاصلة بين القرن الخامس الميلادي حيث نهاية الإمبراطورية الرومانية في الغرب سنة 1496 وبداية القرن السادس عشر حيث بداية النهض الأوروبية بعد اكتشاف أمريكا وبداية توسع أوروبا في العالم إذن الميزة التي ميزت هذا العصر الوسيط في أوروبا إذن رأينا أن العصر الوسيط فهو العصر الذي ظهرت فيه الدولة الإسلامية إذن في العالم الإسلامي في ع كان مزدى مزدهرا إذن كان يعيش في الازدهار يعني في العصر الوسيط كان يعيش في الازدهار وفي التقدم وفي الانتاج الحضاري والفكري بينما في أوروبا خلال هذا العصر فهي تعيش عصرا موظلما سموه بالعصر الظلمات أو عصر مظلم بالنسبة لأوروبا يعني والسبب الذي جعلهم ينعتونه بهذه الصفة وأنه انتشرت فيه الفوضى والتفرقة القبلية كما رأينا هناك شعوب متصارعة فيما بينها ممالك متصارعة من أجل الأراضي ومن أجل يعني مزيد من الأراضي إذن ظهرت مجموعة من التغيرات الاجتماعية والسياسية في أوروبا خلال هذا العصر حتى سمي بعصر الظلمات في أوروبا إذن بالنسبة للنشاط الثاني إذن اكتشاف بعض الجوانب من الأوضاع السياسية والاجتماعية في العصر الوسيط في أوروبا إذن سنتعرف عن الأوضاع السياسية والاجتماعية التي عاشتها أوروبا خلال هذا العصر الوسيط إذن قلنا أن العصر الوسيط يبدأه سنة 1476 مع سقوط الإمبراطوري رومانيا وفتح أتراك للقسطنطينيا سنة 1853 بينما الأوروبيون يعتبرون أن النهضة الأوروبية والاكتشافات الجغرافية هي نهاية العصر الوسيط لديه إذن لدينا الوثيقة الأولى التي عبارة عن نص تاريخي إذن هذا النص التاريخي فهو يعطينا صورة عن الأوضاع التي تعيشها أوروبا خلال العصر الوسيط إذن الوثيقة تقول المآسي التي خلفتها الهجمات اشتدت غارات الشعوب المتبربر على الإمبراطورية الرومانيا وانتشر وباء الطاعون أيضا ونهبت مخازين الغلال من طرف الجنود وأصبحت المجاعة شد قسوة جعلت الناس يأكلون لحم غيرهم من البشر وتغذت النساء من أجساد أبنائهم أما الحيوانات التي اعتادت تناول الجتث فإنها أصبحت الآن تهاجم الأحياء إذن هذا النص فهو مأخوض فهو لمؤرخ إسباني يهو لوسيان بريني كتاب التاريخ لديه صدر سنة الفلسانيس ويجنس حمياء وعلى لوسيان إذن هذه كذلك هذه الوثيقة أيضا تعطينا صورة تاريخها عن الوضع الذي كانت تعيشه أوروبا إذن كما تبين الصورة هناك اقتتال هناك عنف هناك هجمات بين الممالك المتبربرة والصراع وفيما بينها من أجل حكم ومن أجل السيطرة على بعض المناطق من الإمبراطورية الرومانية إذن كخلاصة تغيرت الأوضاع في أوروبا بعد إنهيار الإمبراطورية الرومانية التي كانت قوية فمن الناحية الاجتماعية انتشرت الأمراض وكثر النهب وانتشرت المجاعة والحروب بين الممالك المتبربرة من الناحية السياسية اعتمدت شعوب أوروبا على النظام جديد وهو النظام السياسي جديد يسمى النظام السياسي واجتماع يسمى بالنظام الفيوضالي بحيث أن الشعوب الأوروبية تلتجئوا إلى البحث عن الإقطاعيين يعني عن أصحاب الإقطاعيين أو أصحاب الأراضي الفلاحية الكثيرة الأقوية القادرين على ضمان أمنهم وعيشهم يعني هؤلاء الإقطاعيين استغلوا كذلك الكنيسة واحتموا بالكنيسة نظرا لضعاء السلطة الملكية نعم إذن لدينا مفهوم مركزي في هذه الفقرة اللي هو النظام الفيوضالي إذن كما هو ما وارد في المصطلحات إذن فالفيوضالية هي كلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية فيوضم يعني الفيوضم هي قطع الأرض التي يمنحها أحد الكبار الإقطاعيين يعني أحد اللي عنده أكبر مساحة كبيرة من الأرض الفلاحية والإقطاعيين كما سنرى عنده هي طبقة علية القوم في المجتمع الأوروبي يعني التي يمنحها أحد كبار الإقطاعيين لمن يدافع عنه ويحميه إذن فهو يقدم له قطع أرضية مقابل ماذا؟ مقابل الحماية والدفاع عنه وأصبح هذا النظام الفيوضالي معمولا به في تحديد العلاقة بين ملوك الدولات نقول لأن الإمبراطورية الرومانية قسمت مجموعة من الدولات وكل دولات صغيرة يحكمها ملك التي كانت قائمة في أوروبة الغربية وأتباعها من السادة تيلات العصور الوسطى هذا الذي مصطلح كذلك المركزي وهو الشعوب المتبربرة إذن الشعوب المتبربرة أن الرومان يطلقونها للشعوب المتبربرة الشعوب التي كانت خارجة عن الإمبراطورية الرومانية ترجمة نانسي قنقر